مرحبا وأهلا وسهلا فيكم والسلام للجميع اليوم نحكي عن علاج الأسنان سؤال بيسألوا كتير خاصة القادمين الجدد هل علاج الأسنان مجاني في كندا ايش بنقدر نتعالج وشو بنقدر نسوي خلوكم معاي بعد الفاصل وححكي لكم عن كل هالأشياء هذا الفيديو برعاية مكتب عمرو لخدمات الهجرة مكتب عمرو لخدمات الهجرة مرخص من قبل الحكومة الكندية ومختصون بجميع قضايا الهجرة والزيارات إلى كندا طبعا اللي ححكيي أنا اليوم عن علاج الأسنان في مقاطعتين كبيكو أنتاريو اللي معرفتي فيهم الكبرى المقاطعات الثانية قد يكون الوضع يختلف فعشان هيك لازم تراجعوا المعلومات في المقاطعة الآن في مقاطعة كبيكو الأطفال تحت عمر 16 سنة عندهم علاج أسنان مجاني وهذا مؤمن من الحكومة بغض النظر عن الدخل الكبار في السن أو اللي بعد 16 لازم علاج أسنان مش مجاني إلا في حالة واحدة إذا كانوا بأخذوا مساعدات من الحكومة اللي احنا بنسويها بنسميها والفير أو سوشيال السيستنس إذا كان بأخذ هذه المساعدات بقدر روح على أطباء معينين بعطوه إياهم هما لستة من المركز تبع السوشيال السيستنس وبروح عليهم وعادة العلاج بيكون فقط للخلع أو الحشوات البسيطة مش العصب ولا التركيبات ولا التقويم في مقاطعة أنتاريو شوي بيختلف الموضوع بالنسبة للصغار الكبار نفس الشي بس الصغار بيختلف شوي الصغار غير مغطيين ولا الكبار مغطيين بتأمين الأسنان إلا صغار في حالة واحدة أقل من 16 سنة إذا كان أهلهم دخلهم متدني بيتقدموا بطلب لشغلة اسمها healthy smile أنتاريو healthy smile أنتاريو بتقدروا تعملوا لها healthy معناها صحي smile ضحكة أنتاريو لمقاطعة طلب سهل جدا بتقدموا لهم ببعطوا لهم healthy smile card وهذه الكارد بعطوهم برضو أسماء الأطباء اللي ممكن يروحوهم في المكان اللي عندهم أو في القريب منهم وبالتالي هذول هي non-for-profit من الحكومة وبشرجوا هذه المؤسسة يعني النسبة للكبار الكبار تقريبا زي مقاطعة كيباك الكل غير مؤمن إلا في حالة واحدة إنك كان عندك social assistance أو welfare أو أنت قادم جديد من الريفرجيز بعطوهم ورقة خاصة بروحوا على أطباء معينين برضو لحالات البسيطة اللي هي الخلع والحشوات البسيطة أما العصب والتركيب والتقويم أو الزراعة مش داخلة في هذا الشيء سؤال مهم جدا وأتوقع أني حاولت أجاوب عليه بقدر الاستطاع وإن شاء الله تظل سنانك وصحية أهم شيء نصيحتي لكل واحد أريد أن يأتي إلى كندا شيك سنانك وصح كل شيء تقدر خاصة في بلادنا العربية أرخص كثير من هون هون حشوة العصب تكلف منموم ألف دولار الكراون أو التاج اللي بحطوه التلبيسة في بعض الدول بيسموها تكلف حوالي ألف ألف وخمسمائة دولار حسب نوعها الحشواتهم بتكلف أربعمية تلاتمية حسب نوعها الخلع نفس الإشيء يمكن أقل شوية فحاول تسوي كل سنانك نضف سنانك سنان ولادك سنان مرتك هاي من الشغلات المهمة يمكن ما حكينا عليها في أول فيديو بس اليوم بذكر فيها إنه لازم تسويها قبل ما تيجي تشيك كل إشي بسنانك عشان لا سمح الله إذا فيه إشي تعالجه قبل ما تيجي تكون ضامن حالك لمدة سنة على الأقل إنك مش هتحتاج تدفع أي إشي على الأسنان نراكم في حلقة قادمة وشكرا لكم كتير ويعطيكم العافية وسلام السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد اشتركوا في القناة